السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير الاخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يوم باني لا هنخدموا مع بعديتنا الجزء الثاني من هذا الموضي بعدما خدمنا مع بعديتنا بالجزء الاول معين اللي في الوسط دفاع هنخدم معاكم الجزء اللي في الاعلى هنطلقوا مع بعديتنا الخيوط الخيط عندي مبروم على ثلاثة ديال الشعرات مبروم زيان ويمكن لكم انكم تخدموها على الجوش ديال الشعرات كيف كتشوفوا معايا هنطلق جوش ديال الخيوط اللي في الرأس ديال معايا هدو كدار وال و yer کنشد بيهم العبار ديال الثلع ديالي بدأ يفررق October هن بنطلق جوش و من ذلك غن بدأ نطلق الخيوط ديالي في الجهة الياسار نتمكن الى الجهة اليسار سنوم للجهة الياسار حتى هنطلق في الخيوط 跑糖 في اليوم اتبعوا الفيديو حتى للاخر لان الطريقة مهمة لكم اشتركوا في القناة الطبيعة الحال فيديوهات السابقة وبالنسبة للأخوات اللي أول مرة يشوفوا هذا الفيديو هذا الجزء الأول سوف يتلقوا في الفيديو في القناة الطبيعة الحال الفيديو اللي قبل من هذا سوف شرحت لكم التفصيل مومين سوف تلقوا فيه الرشمة والطريقة المعين بالنسبة للخيط نتلقوا 15 خيط في كل ضلع نتلق معكم الخيط حتى نكمل 15 خيط من بعد نمشي الجزء حتى نتلقوا فيها 15 خيط وعلى من بعد نبدأ نعمر معكم باش شوفوا الطريقة كيف شديرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 طريقة اللي خدمنا في الأول نخدم معه وثاني واحدة المسافة اللي بسيطة كيف تشوفو معايا من بعد حبيبتي غنهبط الإبرة دي عفوا بنفس الطريقة اللي هبطنا بها في المرة اللولى ما بين التوب والخدمة سوف نتاقل الجال اليسر ونهبط بنفس الطريقة وبنفس الخدمة سوف نبقى بهذا الشكل هذا على الأجزاء كاملين على الدرجات كاملين حتى نكملهم ما يبقى نوال وكيبقى نوال غيوحد شوية دي الخطف الآخر حتى هو كنخدموه بنفس الطريقة خليكم على فيديو راني دير لكم جميع تفاصيل دي هذا الموضي لهذا باش لما فهمتو شي حاجه را غاديتفهموه إن شاء الله وبطبيعة الحال تبقوا معايا وانا خدامة تبقوا معايا باش بها تصنعي إن شاء الله تخليكم دماغكم وتفهموا أكثر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة